بسم الله الرحمن الرحيم سلا تخف إني لا يخاف لديها مرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد السوء فإني غفور رحيم وأدخل إيادك في جيبك تخرج بيضاء من غير السوء في تسعيات إلا في العون وقوم إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتوا ميتهم ببصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقرت أنفسهم ظلمون وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آثنا داود وسليمان علمى وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا توع على واد النملي قالت الملة يا أيها نملي دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسنا الضاحكا من قولها وقال ربي أزيلي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمى صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في بعدك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أمكان من الغائبين لا أعذب النوع عذابا شديدا أو لا أذبحن أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبيقين إني وجدت براءة تملكم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم شيطان وعمالهم فصدناه مع السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرجوا الخبأ في السماوات والأرض ويعلموا ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش عظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتاب هذا فألقي إليهم ثم تولعهم فانظروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سلائمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر يعيك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت نفسدها وجعلوا أعزة أهلي أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتم الدونني بمال فما أتاني الله خير ماتكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا نأتي أنهم جنود الله قبل لهم بها ولا نخرج أنهم من هذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملو أيكم أتي بي عرشا قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت بن الجن أنا أتي بي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمين قال الذي عنده علم مكتابي أنا أتي بي قبل أن يرتد ذلك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكرنا عرشا نظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قلأ هكذا عرشك قالت كأنه هو وأتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وصداما كانت تعبدون بدون الله إنا كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته ردة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ونقد أرسلنا إلى ثمود أخوهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقا يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه ألو ثم لنقلن لولي ما شهدنا مهلك ألي وإنا صادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكرهم لا يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكرهم أننا دمرنا وقوم مجمعين فترك بيوتهم خاولة بما ظلموا إن في ذلك لا تقوم يعلمون وأنجينا الذي آمنوا وكانوا يتقون ولوط لذ قال القومية تأتون الفحشة وانتم تبصيرون أئنكم تأتون رجال شاوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومي إلا قالوا أخرجوا أللوط من قريتكم من نومنا سوية طهرون فانجيناه ألو إلا مراته وقدرناه من الآبنين وامطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الله خير أما يشركون أما انخرق السماوات والأرض وانزل لكم من السماء فانبتن به حدايق ذات باجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أئله مع الله بل هم قوم عادلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلال نارا وجعل لا رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أئله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفوا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئله مع الله قليل ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البدى والبحر ومن يرسلوا الرياح بشرا بين أيدا رحمتي أئله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ والخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أئله مع الله قل هاتو برها لكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات وأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمون في الآخرة بلون في شك منها بلهم من عامون وقال الذي يكفر أئذا كنا تراب وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رضي فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكع على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالته من تسمع لما يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتوا تعملون ووقع القول عليهم بما ظالموا فهم لا ينطقون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرا في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم منفخوا في الصور فأفزعم في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبوا جاملة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنت تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرما وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن يهتد فإنما يهتد نفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المذنين وقل الحمد لله سيريكم أياتي فتعرفونا وما ربك بغافلين عما تعملون